اتصارات تحققها قوات الشرعية اليمنية يوما بعد يوم في جبهات القتال حيث احبط الجيش اليمني محاولة تقدم لميليشيات الحوثي المدعومة من ايران باتجاه مواقعه بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة اخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة وفي صنعاء استهدفت مقاتلات التحالف مخازن اسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من ايران وذلك من خلال عدة غارات عسكرية في منطقة جربان بمديرية سنحان في حين سيطرت وحدات من الجيش الوطني على موقع جديد في مديرية نهم شرق صنعاء في الوقت الذي لا تزال فيه المعارك على اشدها والتي حقق فيها الجيش تقدما متسارعا وذلك بعد ان تكبد الحوثيون خسائر في الارواح والعتاد كما تعرضت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الارهابية لغارات جوية في مديرية حيران بمحافظة حجة اسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوفهم وتكبيدهم خسائر فادحة مصادر عسكرية قالت ان مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع للجيش الوطني في عدة مناطق بمريس شمالية محافظات الضالع ادت الى مقتل وجرح العديد من صفوف الانقلابيين بينهم قيادات ميدانية وما بين انتصار هنا وتقدم هناك الجيش اليمني مستمر في حربه على ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران وانهاء معاناة الشعب اليمني منهم